اشتركوا في القناة ابناء حجور التقرير وثقى لانتهاكات الميليشيا والتي تنوعت ما بين حالات قتل وتنكيل بالمدنيين واخفاء قصري وتهجيل الالاف وتفجيل المنازل ومصادرة ونهب الاموال وغيرها من الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية نناقش في هذه الحلقة استمرار استهداف الميليشيا الحوثية لابناء القبائل ونسلط الضوح حول التقرير الصادر عن منظمة ارادة لمنهضة التعذيب والاخفاء القصري وأرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ جمال المعمري رئيس منظمة ارادة لمنهضة التعذيب والاخفاء القصري وحييك أستاذ جمال معنا في حديث العاشرة أهلا وسهلا بكم وشكرا للاستضافة مرحبا بك أستاذ جمال إذن مشاهدين الكرام وقبل أن نبدأ النقاش نشاهد سويا هذا التقرير القبيلة الشامخة رعب مكتمل الأركان في نظر الحوثيين ومن هنا جاءت النظرية القائمة على إخضاء القبيلة وإذلالها كما كان عليه الحال لدى الإماميين حيث يجري تحويل من يقبل الخضوع لهم إلى مجرد عكفي يحقق لهم أهدافهم وأداة يستخدمونه للبطش بخصومهم وذلك ما يشهد عليه حال بعض من قبيل الخضوع للحوثيين نماذج تبرز على النقيض منها نماذج قبيلة أثبتت أن أنفت القبيلي وكرمته وحريته تحرم عليه أن يغضو مجرد زنبيل وفيما تموت نماذج الخضوع في كل يوم من الذلة ألف مرة تبقى نماذج الحرية شامخة حتى وإن حلقت في عالم الشهادة إحدى نماذج الشموخ القبلي الذي أرعب الحوثيين برز في حجور حجة حجور التي قدمت نموذجا لشموخ اليمنيين وشهدة على مدى حقد الحوثيين وبحسب تقرير أصدرته أمس منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإغفاء القسري وحمل عنوان حجور الجرح النازف فإن ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم حرب وتطهير عرقي بحق أبناء قبائل حجور في حجة حيث تعرضت حجور للانتهاكات الحوثية منذ المحاولات الميليشوية لاجتياح مناطق القبائل في 2011 وصولا لاجتياح مديرياتها الخمس في 2019 الانتهاكات الحوثية تضمن في القتل والتنكير بالمدنيين والإعدامات الميدانية للجرحة وتهجير آلاف الأسر وتفجير المنازل ونهب الأموال والأراضي والمزارع والممتلكات والقيام بأعمال اختطافات واسعة لأبناء القبيلة من منازلهم ومن الطرقات حتى في المحافظات الأخرى ضمن الأرقام التي يوردها التقرير عن جرائم الميليشيا بحق حجور قتل وتصفية مئة وسبعة عشر مادنيا وجرح خمسمائة وسبعة وثلاثين آخرين ابنهم اثنت عشرة مرأة واربعة عشر طفلا واختطاف ثلاثمائة وسبعة وثلاثين شخصا بينهم خمس أطفال وتلك مجرد عينة دالة على حقد الميليشيا على القبائل اليمنية الحقد الذي لم يكشف عن وجهه الأشد قبحا بعد وبدون تكاتف الجميع للقضاء على الحقد الأسود لن ينجو من إجرامه أحد شكرا للزبراء الذين عدوا هذا التقرير أبدأ النقاش مع ضيفنا في الستوديو سيد جمال قبل أن نبدأ بالحديث حول انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق أبناء القبائل والانتهاكات التي طالت أبناء حجور نتحدث في البدء عن نظرة الحوثيين لأبناء القبائل والقبائل اليمن شكرا لكم لا يخفى على اثنان لم يكن لا يخفى على الشعب بكامله ما تقوم به ميليشيا الحوثي من محاولة جاهدة لتهميش أبناء القبائل وتهميش القبيلة اليمنية وتفكيكها والمصارعة بين أطرافها ميليشيا الحوثي طيلت هذه الفترة من السنوات وهي تسعى لشك الصف القبلي تسعى لتدمير القبيلة اليمنية التدمير الهوية اليمنية هذا من أولويات ميليشيا الحوثي سواء كان في صعدة أو كان في عمران أو كان في صنعاء أو في باقي محافظة الجمهورية عندما كنا في المعتقل كان ثلث المختطفين لدي من محافظة الصعدة كان مشايخ القبائل خولان بن عامر الشيخ عبداللطيف مطر الشيخ عبدالرحيم ربشان العامري ومن معهم موجودون لدي في المعتقل عندما دخلت في المعتقل استغربت نحن كنا تحاربنا صعدة كنا نفكر أن الحوثي يمثل صعدة فأخبرونا أنه لا يمثل شيء هو يمثل نفسه ويمثل الميليشيات التي تتبعه وأما أبناء القبائل فهم رافضون لفكره المتطرف فكره الإرهابي وعندما دخلت الميليشيات الحوثية بفكرها تتغلغل في بلاد مران أو في خولان أو في محافظة صعدة بدأت بقتل المشايخ بدأت بسحلهم بدأت بتفريق القبيل اليمنية كذلك عندما اتجهت إلى حجور أو اتجهت قبلها أو إلى حاجد بدأت هكذا ساعة الميليشيات الحوثية لتغذية الصراع السياسي لتغذية الصراع القبلي لتغذية الصراع المناطقي وكل هدفها هو تدمير القبيلة اليمنية وتفكيك لحمتها نعم الوسائل التي من خلالها عملت الميليشيات الحوثية على الوقعة بين مشايخ القبائل الوقعة بين أبناء القبائل حتى تستطيع السيطرة عليهم أو يكونوا يعني وقودا في حربها لا شك في ذلك أن الميليشيات الحوثية استخدمت أكثر من أسلوب هي استخدمت عدد من الأساليب منها سواء كان الترغيب أو الترهيب أو الأموال التي كانت تدفعها كانت تشتري الولاءات ميليشيات الحوثية أيضا أثرت في الكثير من أبناء القبائل ممن تبعوا لها سواء أولئك الطامعين أو الطامحين لكراسي أو الطامحين لأموال والبعض للأسف الشديد قد تأثروا بالفكر الطائفي جاءت الحوثية يعني على تق وتر الزيدية لأنه نعرف في الشعب اليمني أن هناك زيدية وشافعية وكانت أغلب القبائل في عمران وصنعا إلى حجة إلى المحويت إلى صعدة هذه المحافظات للزيدية فيها تأثر يعني أبناء القبائل متأثرين بها الحوثيين الجاروديين الاثنى عشرية ونحن لسنا بصدد التأصيل لهم ولكن هؤلاء الإماميين عندما أتوا أبدأوا للناس أن هناك مظلومية لآل البيت وأن هناك تهميش للزيدية وأن هناك مؤامرة وأن هؤلاء قادمون بالوهابية وهؤلاء وهؤلاء حتى استطاعوا التغلغل في المساجد التغلغل في التجمعات القبلية بما كان يعني بما يسمى بعيد النشور وغيرها بداية كان يخرج القبائل مثلا في ريدة في عمران والمحافظات المجاورة لها في عشر العيد نقول له بما يسمى باجتماع قبلي أولا أنه الناس بيخرجوا يتبادل والسلام دخلت الطائفية الحوثية بالإمامية والاثنى عشرية لتقول لهم هذا وهذه شعيرة شيعية وهذا اليوم يوم مقدس لدى الشيعة وأدخلت عليها هذه المسميات حتى أصبحت اجتماعات القبائل في ذلك اليوم في عشر العيد وهو النشور إلى تجمعات مختلفة بدأت الميليشيات الحوثية في شك الصف في المديريات النائية سواء كانت المتاخمة المحافظة الصعدة أو حجة أو عمران نظرت أيضا إلى المجتمعات وإلى القرى التي نسبة التعليم فيها ضئيلة جدا واشتغلت عليها غذت أثارات التنازع يعني عندما ترى من قفلة عذر إلى آخر بلاد الأهنوم إلى جميع المناطق سواء كانت في حاجد أو في بعض مناطق حجور تغلغلت ميليشيات الحوثي بالثارات أذكتها بين القبائل وهي تدق على هذا الوتر من أجل أن يتفرق الناس وأن تتفرق كلمتهم هي لم تكتفي بما تفرق به الناس بالحزبية والمناطقية والسياسية بل غذت الفكر الطائفي المذهبي الشيعي من أجل تضيع القبيلة اليمنية وتفكيك لحمتها ضخت كثير من الأموال لا ننسى ذلك خاصة في سقوط عمران عندما جاءت ميليشيات الحوثي كانت ترسل السيارات اللاند كروزر الآخر موديلات لتشتري بها الولاءات تشتري العقال تشتري بها الشخصية الاجتماعية عاملت طيلة هذه الفترة من 2004 إلى 2015 بشكل حذيث أو في بداية الأمر في الحروب الست إلا أنها كل ما كانت تأتي أي هدنة أو أي صلح مع ميليشيات الحوثي يعني كان يوفر لها غطاء جديد للانطلاق والقتال من جديد نعم أيضا يعني السؤال المتكرر أنه لماذا هذا الاستهداف ولماذا هذا الحق من قبل هذه الميليشيا على أبناء القبائل رموز القبيلة اليمنية لأنهم صمموا الأمان للبلد صمموا الأمان للجمهورية تعرف الشعب اليمني قبلي بكامله نحن يعني مجتمع قبلي فالمجتمع القبلي عندما يتفكك وعندما تبدأ فيه الصراعات وعندما تبدأ فيه المسميات السياسية ويجعل الكثيرين من الناس يعني يتخلوا عن مبادئ الاحتكام للقبيلة ويتخلوا عن القبلية والهوية اليمنية يتخلوا عن النخوة يتخلوا عن العادات الحميدة في القبيلة اليمنية تجد لها مستنقع ميليشيات الحوثي وتحولهم أيضا إلى مستنقع للصراعات لا يوجد يعني صف قادر على أن يكسر هذه الميليشيات وعلى أن يمزق العنصرية التي أثت بها إلا توحيد اللحمة القبلية إلا توحيد أبناء القبائل إلا أن يكونوا أبناء القبائل هويتهم دينهم مجتمعهم أهم من كل المسميات الدخيلة التي دخلت على أبناء القبيلة لا بد لكل أنا يعني كرجل حقوقي لا أنادي هنا لكل حامل سلاح ولكني أنادي لكل حامل قلم ولكل إنسان متعلم أن يعي ما تخطط له هذه الميليشيات الإمامية التي جاءت من غابر التاريخ وجاءت من المدارس الحديثة في قوم وطهران والنجف لتفكيك القبيلة اليمنية وتضيع لحمتها أستاذ جبال نحن نتحدث أيضا حول تقرير الصادر عن منظمتكم منظمت إرادة لمنهضة التعذيب والإغفاء القصري الذي تناولتم فيه جرائم الميليشيات الحوثية بحق أبناء حجور ما أبرز ما ورد في التقرير أو ما أبرز ما رصده ووثق له التقرير من الانتهاكات نحن يعني كان تقريرنا وقد حضر الكثيرين وراء أو يعني كانت جلسة جلسة استماع مع ندوة مع مؤتمر صحفي مع كل يعني بشكل عام أو بشكل خاص كانت المسألة مسألة إنسانية مسألة يعني غطى الجميع في البكاء هناك حالة إنسانية وحالات إنسانية يندلها الجبين لا تنسى أن على يميني كان عبد الله الشمفي والذي خرج يعني نستطيع أن نقول أنه الشهيد الحيء أو أنه ميت ثريريا مشلول شال الرباعي حتى معطل حتى الجهاز الهضمي عنده والكلام أيضا نعم وملا يستطيع الكلام وكذلك على الجانب الآخر حميد نادر والذي أصبح في إعاقة وأنا أيضا على الكرسي المتحرك ما وثقناه هو أكثر من 117 حالة قتل قامت من الميليشيات الحوذية في حيور استمرت من 2011 وحتى 2019 في تدمير وتفجير المنازل والتي بلغت يعني حجم الضحايا يعني كما أسلفنا 117 قتيل أضف إلى ذلك أنهم 537 جريح ممن عانوا وتعرض الكثير منهم يعني لمنعهم من الوصول إلى المستشفيات للرعاية الصحية وقضى الكثيرين في الطرقات كذلك اختطفت ميليشيات الحوثي طيلة هذه الفترة ما مجموعه 332 مختطف من هؤلاء كان هناك خمسة أطفال قضى منهم زيد النمشة وقضى منهم يحيى النمشة تحت التعذيب سواء كان في سجن الأمن والمخابرات في صنعاء أو كان في سجن الأمن السياسي بعمران أيضا لا ننسى أن هناك من من خريوا من حال التعذيب هؤلاء الذي ذكرناهم أتشنفي وحميد نادر هناك سبع مخفيين وعلى رأسهم الشيخ أبو مسلم الزعكري وكذلك الشيخ علي فلات هؤلاء السبع إلى حد الآن مجهول مصيرهم 41 مختطف إلى حد الآن المليشيات الحوثيات يعني الكل 49 ما زالوا في سجون المليشيات ترفض مليشيات الحوثي أي تبادل أسرى أو أي صفقة للمبادلة بهم مع أنهم خطفوا من منازلهم خطفوا من ديارهم يعني هم ليسوا بعسكريين جاءت هذه المليشيات وأتتت عليهم وتقول المليشيات في جينيف أن هؤلاء متمردين من المتمرد هذا الذي أتى من مدارسكم وطهران وأتى من كهوف مران ليسقط حجور ويسقط الجمهورية ويسقط الكبيرة اليمنية أم أولئك نعم سنتناول وسنتي على التقرير أكثر ولكن قبل ذلك نشرك معنا في النقاش حميد نادر وهو أحد المفرج عنه من سجون الميليشيات الحوثية وأحد أبناء قبائل حجور أحييك أستاذ حميد بن عنا في حديث العاشرة التقرير حجور الجرح النازف أتى على كثير من الانتهاكات التي طالت أبناء حجور برأيك من الذي لم يشر إليه التقرير بالنسبة لانتهاكات الميليشيات الحوثي لحق أبناء حجور فحجور رأى وسمع العالم ماذا حدث بها وكيف هجمها ميليشيات الحوثي النازي لقد هجمت بوحشي هجمت الحجر والشجر أحرقت الأشجار وهدمت الديار لم تدع جرم إلا وارتكبته في أبناء حجور من قتل من تصفيه من تشريد من حرمان من كل ما يشين يعني كل شيء مشين فعلته هذه الميليشيات في حجور اعتقلت تعسفت حجرت دمرت وكنا نحن أحد ضحاياها ولم ترقب في حجور إلا ولا ذمة فعلت الأفاعيل بل أنها لم تسلم النساء والأطفال لم تسلم من نيران الحوثي في اعتداءها في 2011 لما اعتدت على قرية بيت نادر وحيث كان الناس آمنين وإذا بهم يفاجأوا أن هذه الميليشيات تهاجم قرية من قراء بني داود التي هي بيت نادر قتلت الآمنين وكانت هناك امرأة عجوز مسنة رآها أحدهم فصوب بندقيته إليها قائلا لها وأنت لازم تموت يا أمري فيه إجرام ليس يعني بالهين ولا بالسهل إجرام فاق كل الميليشيات النازية لم يفعل الأفاعيل هذه أي جماعة ولا أي طائفة قبلهم فجرت دول القرآن هدمت المساجد فجرت البيوت الناشطين والبارزين والمعارضين لها لم فدع شيء إلا وفعلتها نعم كل هذه الجرائم والانتهاكات بحق أبناء حجور تطرح هنا أو تطرح التساؤل وهو لماذا كل هذا الحقد من قبل هذه الميليشيات على قبائل حجور وأبنائها الحقد معروف أن حجور قاموا ضد هذه الميليشيات منذ قيامها منذ 2004 وحجور تقدم قوافل من الشهداء وهي تجابه هذه الميليشيات النازية لذلك هم يحقدون لذلك يحقدون على هذه القبيلة التي حجور لأنها لم تقبل بمعتقدهم ولا بأفكارهم ولم تقبل بمنشنتهم فانتقموا منها أرادوا أن ينتقموا منها لكن حجور لم تزال صامد وما تزال تجابه هذه الجماعة إلى أن يأذن الله بالنصر فحقدهم وانتقامهم وبقشهم وتجبرهم لن يثنينا أبدا عن مجابهتهم وسنظل مجابهم إلى أن يأذن الله بالنصر أو أن نموت في هذا الطريق شهداء شكرا جزيلا لحميد نادر أحد المفرج عنهم من الشي الحوثية وأحد أبناء قبائل الحجور أعود إليك أستاذ جمال المعمري نحن نتحدث عن تقرير حجور الجرح النازف أيضا ما الذي تناوله التقرير أيضا العنوان العنوان بحد ذاته هو جرح نازف جرح لم يندمل جرح تنسأوا الكثيرون جرح نظر إليه الكثيرين خلال 51 يوم من الحصار وحجور محاصرة بـ 45 نقطة من ميليشيات الحوثي من جميع المداخل ميليشيات الحوثي عندما دخلت حجور استخدمت أشد أنواع جرائم التطهير العرقي قتلت الجرح اختطفت الكثيرين وتركتهم ينزفونها حتى الموت 34 منزل قامت بتفجيره حتى القلاعة التاريخية فجرها هناك 713 منزل تضررت أطلقت الميليشيات الحوثية عشرات الصواريخ الباليستية وأطلقت المئات من قذائف الدبابات على رؤوس المدنيين وعلى رؤوس النساء والأطفال صواريخ باليسية يقصفون بها نعم صواريخ باليسية قصفوا بها القرى وقصفوا بها منازل الناس هم لم يقصفوا بها معسكرات أو يقصفوا بها جهة دولية أو جهة عسكرية إنما قصفوا مدنيين لم يتركوا حتى الأغنام إلا وقتلوها هجروا 882 أسرة من منازلهم تهجير قسري هناك تهجير قسري لعشرات الآلاف من قرجوا من حجور نحن لا نتكلم كما البعض يظن أن حجور هذه القبيلة كم ستكون أو كم سيكون هؤلاء نحن نتكلم عن معاناة تصل إلى نصف مليون من البشر هؤلاء هي خمس خمس مديريات التي اشتحتها ميليشيات العوذي وكان أقراء مديرية كشر عادت فيها الفساد لا تنسى أن هذه الحرب الظالمة التي فرضت على حجور وخلال من 2011 إلى 2019 دلت هذه السنين من الحصار والتجويع خلال هذه الفترة ميليشيات الحوذي عمدت إلى تنزيق حجور وإلى قتل الكثيرين نحن نتكلم عن ما رصدنا هذه الأرقام ليست نهائية وليست كاملة هذا فقط ما رصدناه لا ننسى أن هناك كانت خدمة الإنترنت مقطوعة خدمات جميع الاتصالات مقطوعة فقط ما تهرب إلينا وما استطعنا عبر الأصدين من رصده نعم نعم هذه الجرائم يعني والتي طالت كل شيء في حجور الإنسان الحجر والبشر كما يقال والأرض يعني كيف أو في أي إطار تندرج هذه الجرائم والله الجرائم التي حصلت في حجور جرائم من عدد يعني أو جه عدة هي جرائم ضد الإنسانية هي جرائم ترقى لأن تكون جرائم حرب جرائم تطهير عرقي جرائم إخفاء قسري جرائم إعدام جماعي جرائم أيضا اختطاف تعسفي هذا الملف وغيره من الملفات في اليمن لا يجب أن يبقى هنا رهن الأستوديو أو رهن الفعالية أو رهن فعاليتين أو عشرة أو رهن القنوات الفضائية بل عليه أن يتدول هذا الملف لا بد أن يتدول لا بد أن يعرف الميليشيات الحوثي ويعرف العالم ماذا صنعت هذه الميليشيات الميليشيات الحوثية تمارس في العالم في المجتمع الدولي تضليل إعلامي كبير وتضليل سياسي وتضليل حقوقي تقول الناس هناك حرب بين السعودية واليمن هي نست أن الحرب بين اليمنين أنفسهم والفرس أنا لا أقول عن الحوثيين أنهم يمنيون بل أقول أنهم فرس هؤلاء الذين أتوا من مدارس قم والنجف للتنكيل باليمنيين لا أظن أن هناك يمني يقتل يمني بسارق باليستي هؤلاء جاءوا بحقد دفين أحلام فارس التوسعية وامبراطورية فارس ليقولوا لليمن لا بد أن ندمركم لننطلق إلى مركز العالم الإسلامي هم يريدون مركز العالم الإسلامي حماها الله مكة والمدينة وما اليمن إلا حديقة تهيئة من إشارة الحوثي لتكون حديقة موت خلفية ولكن اليمنيون بحمد الله تنبهوا وكذلك الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومن قام معهم بعاصفة الحذب لو لا هذه الحرب الذي يصيح ويضج منها المجتمع الدولي ويتباكى بها الحوثيون دوليا أظن أن الجميع في الشعب اليمني كان مصيره الآن قد تم تهييرهم من هذا البلد وكان بدلا عنهم قواعد طهران وقواعد الفرس في كل محافظة وفي كل مديرية وفي كل جبل وفي كل نائف نعم ما الذي تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية لمرتكبي أو ضد مرتكبي هذه الجرائم جهة القانون المدني أو القانون بشكل عام في اليمن بالتأكيد أنه يجرم هذه الجرائم التي قامت بها ميليشيات الحوثي ما قامت به هي جرائم جرائم لا بد أن يحاسب الحوثيون عليها نحن للأسف اليمن لم توقع على اتفاقية روما وإلا كانت الملفات الآن في محكمة الجناية الدولية ولكن لدينا الاستطاعة بعدد من الأوجه لأن ندولها لأن نلاحق مجرم الميليشيات هناك سواء كان بالقانون المحلي أو الدولي أنا أقول لكل من يشاهدني وكل من يعرف أن لديه قريب في تلك المعتقلات الظالمة عليه أن يتقل الله وعليه أن يفضحه أولئك الذين يقومون بتعذيب المختطفين حتى الموت لدينا الآلاف نحن عندما نتكلم بأي تقرير حقوقي عن المختطفين نحن نتكلم عن ما رصدنا سواء كنا في إرادة سواء كانت رابطة أمات المختطفين سواء كانت أي منظمة أي منظمة عاملة هي تتكلم عن ما رصدت وليس عن الأعداد يعني بكاملها نحن نتكلم عن أكثر من عشر ألف معتقل متواجدين في سجون الميليشيات الحوثية لدينا أكثر من أربع ألف في سجن الأمن المركزي لدينا أكثر من ثلاث ألف في سجن الأمن السياسي الأمن والمخابرات وسجن شملان والاحتياطي وباقي السجون السرية فيها الآلاف هؤلاء في كل سجن هناك عتاولة من المجرمين سواء كانوا من الحوثيين أو من المتحوثين يقومون بالتنكيل بالناس يقومون بقتلهم لا ننسى مسعود البكيلة وأحد أبناء حجور هذا الذي عذب لدينا حتى الموت ورفض أنفاسه ومات لديه في الزنزانة ميليشيات الحوثي أقول لهم من هذا المكان وأقول البكيلة الديلمي وهو أحد عتاولتهم أقول لهم الكثيرون قد تم رصدهم والكثيرون قد حصلنا على ملفاتهم حصلنا على أسمائهم حصلنا على الصور حصلنا على أدق التفاصيل نحن نجمع الملفات الآن بعد جمع الملفات لا بد من محاسبتهم لن تكون هناك وأعيدكم وأعيد المشاهد الكريم أنه لن تكون هناك أي أعدالة انتقالية في هذا البلد ولن يكون هناك سلام حتى يكون هناك جبر ضرر للضحايا ويكون هناك محاسبا لأولئك المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحق الإنسان ومثل لدينا في عمران بل في اليمن ما عملتها العنز فالقرضها هو دباغ ليلدها نعم وهي جرائم لا تسقط بالتقادم إذن مشاهدنا الكرام مذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لكم النقاشنا مع الأستاذ جمال المعمري نتحدث في هذه الحلقة حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء القبائل وتقرير حجور الجرح النازف هذا التقرير الذي وثق لانتهاكات الميليشيا الحوثية ضد أبناء قبائل حجور فاصل ونعود أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ما زلنا معكم في حديث العاشرة نناقش في هذه الحلقة انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق أبناء القبائل والسدافة القبيلة اليمنية آخر تلك التقارير الصادرة تقرير صادر عن منظمة إرادة لمنهضة التعذيب والإخفاء القصري والذي تناول فيه جرائم الميليشيا الحوثية بحق أبناء قبائل حجور أستجمى أيضا وسائل رصدكم لهذه الجرائم والانتهاكات بالطبع منهم بداخل مناطق الميليشيات الحوثية نحن لسنا مستعدين للإفصح عنهم نعم أكيد لدينا أيضا مصادر أخرى نستطيع أن نقول أنها بجهاز الحوثي استطعنا شراء ولااءات كثيرة للحصول على أسماء المحققين للحصول على أولئك الذين قاموا بتعذيب المقتطفين نحن يعني أقول ولنا الفخر وقد نكون الوحيدون الذين عملنا على هذا الملف وهو ملف رصد أولئك المجرمين الذين قاموا بالتعذيب أولئك المحققين الذين قاموا بتلفيق التهم للمقتطفين أولئك العتاولة الذين قاموا بتعذيب المقتطفين حتى الموت نحن نعمل على هذا الملف وهو ملف للملاحقة وللمحاسبة عبر القانون المحلي والدولي من جهة الرصد والتوثيق لدينا فرقنا الخاصة ولدينا العناصر التي تشتغل بصمت وتجمع لنا وتوثق نحن عندما نتكلم نتكلم أنني أقول لكم من هذا المكان أننا في منظمة إرادة كل المخفين قسريا وكل جرائم التعذيب نقوم برصدها حسب الآلية الدولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان كل مقتطف معه من 8 إلى 10 إلى 15 ورقة الذي قمنا بتوثيقها ما هي الآلية؟ أو ما الذي تنص عليه الآلية المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟ الآلية هي تريد أن تأتي تطلب من الراصد أن يأتي بيميع بيانات المختطف أن يأتي أين تعرض للاختطاف من شاهد على الحادثة من رأى في أي سجن هو متواجد من المعلومة المتوفرة هل تريد أن يظهر عليها هل تريد أن تنشر هذه المعلومة أم لا؟ هل هؤلاء الأهل موافقين على أن تقوم بهذه العملية الرصد والتوثيق ومخاطبة الجهادة الدولية والمحلية هل هم يوافقون على نشر هذا الخبر هذا يعني على هذه الحالة أو أن هذه الحالة تبقى طي الكتمان نحن نقوم بالرصد والتوثيق باللغة العربية ثم نقوم بترجمتها للغة الإنجليزية وهي مغنية ومتعبة أضف إلى صعوبة تحرك الراصدين وخوفهم من أجهزة الإسخبارات الحوثية لأن لو خرجت أي معلومة فمصيرهم مصير أولئك المختطفين الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت نحن نعمل بصمت وحتى تكتمل الملفات بعد أن تكتمل الملفات نعيدهم ونعيد كل إخوتي المختطفين وكما أطلقوا عليها كعميد للمختطفين هي ليست بمسمى ولكن أقول لهم أنني مذخرجت وحتى اللحظة لم أهدأ ولم أقف ولم أنتظر حتى للسلام على أهلي أو لنظر أبي أو أمي أو أقاربي بل انطلقت بعربية وكرسي المتحرك بداية إلى الإطار العربي ثم إلى الإطار الدولي وكل همتي هي الضحايا وأعدهم على هذه العربية والكرسي المتحرك أن أولئك الذين قاموا بتعذيبنا أنهم لن يفلتوا من العقاب بإذن الله لن يفلتوا من العقاب ولن يفلت أولئك المحققين وكل ما عملوه سيحاسبون عليه سواء كان بالقانون المحلي أو كان بالقانون الدولي ونحن وراءهم ليلة نهار حتى تكتمل هذه الملفات ثم نقوم بتدويلها نعم في إطار عملكم وسعيكم في الإطار العربي والدولي هل تعاطت معكم الجهات الحقوقية العربية والدولية السمعت منكم؟ نعم كثيرا وكان آخرها يعني مجلس أو البرلمان الألماني الذي عقد جلسة جلسة استماع معي من الشؤون الخارجية وكذلك لجنة الستين حق شرق الأوسط ونظمت أكثر من مؤتمر وأكثر من فعالية وأكثر من ندوة هناك وكذلك في جنيف التقينا بالمقررين أكثر من مرة وكان تفاعل كبير جدا منهم تفاجأت يعني عندما يعني وصلت إلى هناك أنه كل الملفات في خلال ثمان سنوات لا يوجد إلا ثلاثين ملف للإخفاء القسري الذي هو موثق لديهم 32 فقط؟ فقط نعم من ملفات الإخفاء القسري الموثق لديكم كم؟ نحن قرابة سبعين حالة الآن التي بدأناها على الآلية الدولية سلمت لهم في شهر في شهر مارس 32 ملف قلت لهم هذه كبداية إضافة إلى 32 السابقة وأعطيهم الآن قرابة 50 ملف وكل ثلاث أشهر كل دورة نعطيهم ما تبقى بحسب الآلية وبحسب إمكانياتنا المتاحة نحن نتحرك لا يوجد لدينا لا جهة دولية داعمة ولا جهة محلية نتحرك بكوننا ضحايا وكون ضحية وأمثل ضحايا كثيرون جعلوا وجعلنا همتنا أن يكون ملفنا غير قابل للمتاجرة غير قابل للمساومة غير قابل للتذلف أو إلى أن يكون مادة إعلامية ثم تذهب هباء منثورة نحن سنستمر وسنتحرك ولن ينقفنا أحد لسنا مخطومين من أحد لا من جهة سياسية ولا من جهة دولية ولا من أي منظم أو أي اتجام معين أو مسمى معين همتنا همتنا الاتكال على الله عز وجل ثم عربياتنا وقضايانا التي هي قضايا عادلة هناك الكثير من من ماتوا تحت التعذيب أمام عيني كتمت الميليشيات العوذية أنفاسهم ورأيت أنفاسهم تخرج لن أهدأ ولن أنام حتى أكتصى لأولئك المظلومين نعم يعني أما قد قدمتم كثير من الملفات خاصة في من أتعلق بملفات الإخفار قصر الجهات حقوقية دولية وجهات دولية مختلفة يعني هل يمكن التعويل على أن تمارس هذه الجهات ضغوط على الميليشيات الحكومية ما طبيعة هذه الضغوط أيضا؟ أنا أعول أنا أعول يعني أولا على أنفسنا بعد الله عز وجل ثم على حكومتنا ثم على التحرك في المجتمع الدولي في المجتمع الدولي يعني مثلا كان لدينا مختطفين المحويت عبدالعزيز العقيلي وصغير فارق والذي معهم هؤلاء كانوا مخفين في سجن صرف لولا أننا تكلمنا عليهم دوليا وتكلمنا أكثر من مرة ما أخرجوهم إلى سجن شملان وبدأوا لهم الآن محكمة هزلية ومحاكمة لتصطر عليهم ميليشيات الحوثية قرارات بأحكام إعدام الكثيرون من من كانوا في سجن صرف الآن لامت الميليشيات الحوثية بإلغاء سجن صرف وأنا أقولها لأستاذ المشاهدين أن سجن صرف الآن أقفلت بكوننا عرفنا مكانا وإحداثيته وتكلمنا عنه كثيرا وقاموا بنقلهم إلى مكان آخر نقول ميليشيات الحوثية وأقول لأبو قناف الجبري صاحب حجه والبقية مع سجنكم الذين قالتم المخفين إليه نحن نعلمه ونعلم كل تحركاتكم نعلم كل شاردة وواردة وأقول الهياث صاحب غمر صاحب صعدة كن مشرفا كما كتب لك من العمر فنهاية المطاف سنلاحقك نعم ونحن نتحدث أصد جمال عن جرائم الميليشيات الحوثية بحق أبناء قبائل اليمن وصلتنا الضاء حول جرائم بحق أبناء قبائل الحجور أيضا الميليشيات الحوثية حاولت شراء دمام كثير من المشايخ في مناطق الحكومة الشرعية لأنها فشلت في ذلك يعني فهي تسادف القبيلة ليس في المناطق التي تسيطر عليها فحسب بل وإنما في الجمهورية عموما لو لا وقوف أبناء القبائل ما كانت هذه الحرب لو لا وقوف هذه القبائل في وجه الحوثي كان اليمن الآن فارسيا بامتياد أبناء القبائل تشهد لهم مقابرة شهداء تشهد لهم الجبهات تشهد لهم السجون من هؤلاء الذين في المعتقلات السرية هم أبناء القبائل من هؤلاء الذين يمثلون الجيش الآن في كل الجبهات هم أبناء القبائل أبناء القبائل منهم العالم منهم المدرس منهم المقاتل في الميدان منهم المقاومة منهم الجيش منهم المدرس والدكتور والطالب وهم مكونة هذا البلد هؤلاء هم أبناء القبائل الذين وقفوا صددا منيعا لصد عدوان ميليشيات الحوث الإرهابية ومن خلفها فارس نعم يعني أيضا اليوم الدور المنطب بالقبائل اليمني أن تتناسى يعني كيف لا أن تتناسى خلافاتها وأن تجعل العدو والأوحد الذي يسادف الجميع ويسادف القبيلة اليمنية الميليشيات الحوثية أنا أقول للجميع كوني أمثل أيضا القبائل أمثل قبيلة من القبائل اليمنية أقول للجميع عليكم بالتكاتف عليكم بالوقوف صفا واحدا صفا جمهوريا دعوا كل المسميات سواء كانت حزبية أو مناطقية وكونوا أولئك أبناء القبائل الأبطال أبناء اليمن أبناء العروبة الذين يوجهون هذا المشروع الفارسي المشروع الإمامي الكهنوتي الذي جاءنا من فارس ولا تنسوا أن تنتبهوا وتنبهوا من في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي أبناؤكم أمانة في أعناقكم لا يقضي بهم الحوثي إلى تلك المراكز الصيفية الطائفية التي تريد غسل أدمقة أبناء القبائل لتحويلهم إلى قبائل إلى قنابل لتنفجر في إخوانهم من أبناء القبائل اليمنية نعم صيد جمال الانتهاكات هذه في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية يعني يتساءل كثيرون أين رجال القبائل من هذه الانتهاكات ما الذي بمقدور من يفعله لوضع حد لهذه الجرائم رجال القبائل موجودون هم ينتظرون حسن الترتيب حسن الإدارة لأن يتحرك حتى تحرك الفئة الصامتة عندما تتحرك الفئة الصامتة ستجد الانتصار وستجد عندما يترك الناس المسميات سواء كانت السياسية أو المناطقية واتجهوا كأبناء قبائل لمواجهة هذا الصلف الحوثي الظالم ستراهم يهدون تلك الأعلام الضالة التي أتت بها ميليشيات الحوثي وتلك الأكاذيب وتلك الحسينيات التي بدأت الميليشيات الحوثية الآن لوضعها في كل مدينة نحن نعول على أبناء القبيلة اليمنية لأن يقفوا صفا واحدا في مواجهة هذا الصلف الحوثي وأن لا يرتهنوا ولا يركنوا لأي مسمى يأتيهم إنما نعول على أنفسنا وما حكى ظهرك إلا ظفرك نعم يعني تتحدث عن أدوار معولة ما طبيعة هذه الأدوار خصوصا في المرحلة القادمة وبلا شك أن الميليشيات الحوثية إلى زوال طال الزمن أو قصر كما يقال عندما نحترم أنفسنا سيحترمنا الخارج عندما نحترم أنفسنا سيعرف العدو الحوثي من نكون عندما تكون اللحمة الوطنية ويكون توحيد الصفة اليموري ويكون الكل ينظر إلى أن عدوها والأوحة والحوثي سننتظر طيب رسالتك أستاذ جمال في نهاية الحلقة لكافة الجهات الحقوقية الدور المفترض القيام به تجاه هذه الممارسات التي تسادف فيها الميليشيات الحوثية أبناء قبائل اليمن والتي جعلت منهم وقودا لحربها التي أشعلتها ضد اليمنيين في العام 2014 وقبل ذلك أيضا منذ العام 2004 أنا أناشد من هذا المكان قيادة المجلس الرئاسي وعلى رسمها الأخ العزيز الدكتور رشاد العليمي والإخوة النواب الأخ الرئيس وكذلك الحكومة أن يهتموا بملف المخفيين وملف المختطفين وملف هذه الانتهاكات ليظهر العالم يخرجوه إخراجا يناسب قدره وكذلك وزارة حق الإنسان يقع عليها أيضا مسؤولية كبيرة هي وزارة الإعلام وباقي الجهات سواء كانت من المنظمات الحقوقية المحلية لدينا حوالي 200 منظمة في جانب الشرعية لا نحن نعول عليهم أن يتحركوا بشكل أسرع وبشكل أكثر وأن ترصد الفرق وأن تتحرك وتنقل هذه الملفات للجهات التولية هب أن هذه الجهات التولية متمادية يقول البعض أن هذه الجهات التولية بعضها مع الحوثيين نقول لهم عندما تعر الميليشيات الحوثية سيتحرك الرأي العام في تلك البلدان ويقول لهم لا وسيقول لهذه الميليشيات أنتم إرهابيون بصريح العبارة نحن لا بد لنا أن نتحرك جميعا وأن نتكاتف وأن نكون دولة ومنظمات مجتمع مدني وراصدين وأبناء قبائل في وجه هذا الصلف الحوثي كذلك أطالب القيادة الشرعية بأن تنظر إلى أهالي المعتقلين وأن تنظر إلى أهالي الضحايا أن ينظروا إليهم بعين الرحمة أن ينظروا إليهم بما يواسيهم وأن لا يتركوهم هكذا ليكونوا ضحية الحوثيين ثم ضحية الإهمال وشكرا نعم مئتين منظمة هل هي فاعل هذه المنظمات؟ هي المئتين منظمة أو أكثر أو أقل هي ليست بس في المجال الحقوقي هي أيضا في المجال الإنساني المجال الإغاثي في عدة اتيات نتحدث عن الجانب الحقوقية لكننا بحاجة للمنظمات الإغاثية لتقيتها أولا نحن بحاجة للمنظمات التنموية لتضع مشارع لهؤلاء الكل لابد أن يعمل كخلية نحن من أجل هذه الضحية نعم أستاذ جمال هذا التقرير لمن أوصلتم أو لمن تريدون إيصال هذا التقرير لحقوق الجرح حجور الجرح النازف؟ نحن كما جعلنا التقرير الحقوقي بهذا المسمى بمسمى الجرح النازف أردنا منه إصار رسالة الرسالة الأولى للمجتمع ولأبناء القبائل أن لا يتناسوا إخوانهم في حجور وأن لا يتناسوا الجراح التي حصلت في كل قبيلة وفي كل ريف في اليمن كذلك للدولة للقيادة الشرعية والحكومة لأن تنظر لهؤلاء الضحايا ولمنظمات المجتمع المدني أن هؤلاء عليهم حق أو لهم حق من هذه المنظمات أن تتحرك سواء كانت الإغاثية أو الإنسانية أو التنموية لأن تضع لهم ما يقوم بلملمة هذا الشتات وهؤلاء الجمع من المهجرين وهؤلاء الجمع من من الضحايا من أهل المعتقلين ثم إلى المجتمع الدولي إلى المجتمع الدولي أولا سواء كان في أروقة الأمم المتحدة أو كانت في جينيف أو في أي مكان آخر وكذلك أولئك المتحولين للسلام نقول لمن يبحثون عن السلام قفوا أمامكم هؤلاء الضحايا نحن لن نسمح كضحايا وإن أتت قرارات سياسية وإن أتت المجتمع الدولي بكامل أننا كضحايا لن نترك هذا الملف وأننا لن يعني لن يسكتنا أحد نحن ضحايا ونحن لنا حقوق ولابد من جبر الضرر ولابد من محاسبة هؤلاء المجرمين نحن إذا كان المجتمع الدولي صادق في تحركات للسلام فليذهب بعبد الملك الحوثي كما ذهبوا برئيس صربيا من زبان من زبتش إلى المحاكم الدولية ليحاكم كمجرم حرب عندها سنصدق أن هناك يعني دعوة حقيقية للسلام نحن لا نريد سلاما مرقعا كما سلام لبنان أربعين سنة وههم الآن بدون رئيس نريد أن نسطر يعني يريدون أن يسطروا مشاكلنا للمستقبل لا نحن نريد أن ينتهي هذا الملف بكامل جراحه بجبر ضرر بعدالة انتقالية حقيقية بمحاسبة لأولئك المجرمين ويعود اليمن إلى شامخ عهده ويعود اليمن إلى جمهوريته ويعود اليمن إلى أنفته ويعود لكل يمني مركزه الاجتماعي الدولي والمحلي وهو رافع الراز نعم إذن أشكرك جزيلا شك في نية هذه الحلقة وأستاذ جمال المعمري رئيس منظمة إرادة لمنهضة التعذيب والإخفاء القصري شكرا لكم مشاهدين تحدثنا في هذه الحلقة حول الجرائم المستمرة التي ترتكب المنشة الحوثية بحق أبناء القبائل وما وثقته التقارير المحلية والدولية وآخر تلك التقارير تقرير الجرح أو حجور الجرح النازف الذي وثق ورصد جزءا كبيرا من الانتهاكات التي طالت حجور وقبائلها شكرا مرة أخرى أستاذ جمال شكرا لكم مشاهدين نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة